تخيل انا كالسلايم واجه روحه الشيطة الاملاقة في مهائة اليوم في اليوم الاول ولدت في مستنقعة مرحبا لنرفاق كيف الحال؟ كان لدي عشرة قلوب كانت في الواقع اكثر مما اتت عليه وفجأة هجمت مجموعة من الطيور المستنقعة وبدأت في مهاجمتي حاولت الرد عليها ولكن بدون اي اسلحة استطاع التغلب عليه اعتقدتني ساموت ولكن بدلا من ذلك افجرت الى مجموعة من السلايم الصغار والان كالسلايم صغير لدي قلبان فقط مما جعلني اروب لانجو بالحياتي ركضت بسرعة حتى وصلت اخر الشاطئ المطير لعلى المحيط واو فجأة ارتفع من الماء وحش السلايم العبلعة قام السلايم بابتصاص جزء من المستنقع ليصبح اكبر حجما مما كان عليه واعتقد ان الوقت قد حان الخروج من هنا في اليوم الثاني بدأت الاستعداد قطعت بعض الاشجار وفجأة سقط دئب بين الشجرة لا يبدو هذا الدئب وديدا اندفع الدئب نحوي وبدأ يطاردني لماذا يريد كل شيء قتلي ركضت حتى وجدت مكانا للاختباء بينما كنت هناك اخيرا استطعت صنع بعض الادوات الخشبية حسنا الان اعتقد انني مستعد الانتلاق بجددا في رحلتك وفجأة سقطت دئب اخر من السقف لماذا هناك الكثير من الدئب التي تحاول قتلي هاربت وحصرت نفسي داخل الكاف جيد هنا لا يستطيع الدئب قتلي في اليوم الثالث اردت التعمق اكثر في الكاف الذي كنت فيه حفرت حتى اكتشفت كافا ضخما وفجأة اجمتني مجموعة من العناكة اخيرا حان الوقت للقتال ربما يكونوا اكتر مني ولكن بسيفي الهجاري الجديد استطاع بعد ذلك بدأت في بناء اساسات منزلي عن طريق تستيح العرض وقمت بالعطار على بعض الاغناب قتلتها من اجل الصوف عدت الى منزل وصنعت سريرا بموارد جديدة اخيرا استطيع النوم اليوم الرابع الى السابع استيقظت وانا اتدور جوءا وقررت ذهب البحث عن بعض الطعام الشهي واو هذا المكان رائع جدا استكشفت المكان قليلا وعترت على سلايم الفتر واو لم ارى مثله من قبل اقتربت منه اعطاني بعض الطعام عندما اكلت رجع حجمي الطبيعي اصبعت اندي عشرة قلوب هذا مذهل اليوم الثامن الى الحاضي عشر رجعت الى منزل رفقتها صديقي الجديد وبدأنا معا في استكمال بناء المنزل في اليوم الثاني عشر الى السادس عشر استيقظت في الصباح وخرجت انا وفطري للبحث عن بعض الطعام بدأت بالصيد قليلا وبعد ذلك ذهبت لاستكشف وفجأة عطرت على طريق من السلايم الذي قادني الى سلايم عملاق يأكل قرية صغيرة وقررت مساعدة القرية ومواجهة سلايم العملاق ولكن قام العملاق بأقلق قرية في ذلك الوقت لم اكن جاهزا لذا هربت خائفا اليوم السبع عشر الى اليوم العشرين عدت للمنزل وصنعت سريرة لصديقي الجديد فطري وهو بطل خارق يقاتل واشنطينيا ولكن مصيب البطل بجروح خطيرة وبدأ في الطيران في اتجاهه سريعا في الداخل قام البطل بالنوم ماذا يفترض بي ان افعله الان قررت ان اترك البطل ينام ورتبت ليسا للأخر اليوم الواحد والعشرين الى الثالث والعشرين ما زال البطل نائما خطتي اصبح بطلا خارقا مثله في اليوم الرابع العشرين الى يوم السادس والعشرين وجدت بعض الاغنام وقررت احضارها الى المنزل وقمت ببناء مكان بسيط له قمت بتوسيع المنزل بعد مرور خمسة ايام في اليوم الواحد والثلاثين الى يوم الخمس والثلاثين ذهبت للندرل جمعت بعض الموارد لصنع مسعد سريع بعدها رجعت الى جزيرة المستنقع ورجعت للمنزل مع بعض الابقار في اليوم السادس والثلاثون اليوم الثالث والاربعون ذهبت في رحلة طويلة أثناء القفز في الارجاء وجدت منزلا من السلايم امام المدخل كان هناك حارس توجهت لحمه مباشرة ما كلمة شير السلايم العظيم صحيح تفضل بالدخول في داخل المبنى كان هناك مجموعة من السلايم يقيمون اجتماع كان الاجتماع ممنا للغاية وهذا قررت الرجوع للمنزل اليوم أربعة واربعين الى يوم السابعة والاربعين كنت في التاريق للمنزل وجدت شخصا تهاجمه السلايم تلقت وشرا لإنقاذه قتلت جميع السلايم وقمت بدعوته للدعب معي الى المنزل عدنا للمنزل وصنعت للجنرا مكانا للنوم والعمال على خطة اليوم الثامن واربعون الى يوم الخمسون ذهبت للصحراء لجمع الرمال استخدامها في صنع التمتال لخارج المنزل يوم واحد وخمسون الى يوم اربعة وخمسون ذهبت الى مهمة لإنقاذ القراوين في التلج عندما قتلت جميع السلايم اكتشفت اني اكبر كلما قتلت احد السلايم اعطاني القراوين المسكينة لشكرت ومباشرة عدت لي المنزل يوم الخامس والخمسون الى اليوم ثامن والخمسون رجع البطل الخارق مرة اخرى واو لقد اصبحت جاهزا للتمرين تحمست للغاية اول تمرين كان قتل مجموعة من الزومبي كان ذلك سهلا جدا بالنسبة لي الاختبار الثاني كان القيام بالقفز المزدوية كان صعبا للغاية ولكن بعد التشجيع من البطل الخارق انت تستطيع فعلها وفعلا نجحت في المحاولة الاولى الاختبار الاخير كان احضار الالترا من الاند بدون خوف توجهت لاحضاره في يوم التسعة والخمسون الى الخامس والستين بدأت التحضير لقتال التنين عطرت على بوابة الاند اخيرا جاءت ساعة القتال مع التنين بدأ القتال اول شي انفعلته بدأت بكسر البلورات في اعلى الابراج بعد قتال طويل اخيرا قضرت على التنين تحولت مباشرة الى بطل خارق وحصلت على عشرين قلب في يوم السادس والسستين الى التسعة والستين توجهت للبحث على مكان الاطرا اخيرا حصلت على الالت في اليوم السبعين الى الواحد والتسعين واخيرا استطيع قتال سلايم الاملاق وانقاذ العالم عطرت على سلايم املاق اسود وبدأت بالقتال معه قضيت علي بسرعة لقد اصبحت قويا جدا في يوم الثاني والتسعين الى الى الخامس والتسعين بدأت بترتيب منزلي قليلا وجللته اجمل واخيرا قمت بانهاء التمتال العملاق يوم السادس والتسعين الى التامن والتسعين واخيرا جاءت لحظة الحزب في اليوم التسعة والتسعين قام سلايم العملاق باكلي حاولت الخروج بجميع الطرق ولكن لم استطع فقدت الامل ولكن جاء عندي قروي لديه التينتي بدأت في توزيعها في كل مكان اليوم مئة واخيرا افجر سليم العملاق وانقذ تلال ترجمة نانسي قنقر